اهلا بكم متابعين في كل مكان وهذه التغطية الخاصة تبعنا امس حالة الفرحة التي كانت في كل مكان بالمحافظات المصرية بعد اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشوحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن الذي اختتم فعليته امس بالعاصمة الادارية الجديدة عن ترشوحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لمداء الشعب المصري وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي لقد وجهنا ارهابا غاشما اراد النيلة من عزائمنا وارتوت اردونا الطيبة بدماء شهدائنا الابرار من خيرة ابناء مصر ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للمصريين قائلا اقول لكم لقد حققنا معا نحن المصريين ملحمة تاريخية حين تجوزنا اليأس والاحباط واسترددنا مصرنا العزيزة من جماعة الظلام والغدر ثم تجوزنا التحدي لكي نعيد بناء دولتنا العظيمة وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الختمية لمؤتمر حكاية وطن شعب مصر العظيم ايها الشعب الابي الكريم لقد كانت اوقاتونا طيبة ومثمرة تلك التي قضيناها معا على مدار الايام الماضية ونحن نسرد حكاية الوطن الذي نعمل من اجله جميعا وواجهنا من اجل رفعته التحديات وحققنا له بفضل الله الانجازات واضف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن وقد كانت ارادة النصريين وما زانت المحركة الرئيسي والباعث الاساسي لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية الحديثة التي تليق بما قدمه شعب مصر من تحديات تبع الرئيس السيسي شعب مصر العظيم ونحن على اعتاب جمهورياتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال مسيرة بناء الدولة على أسس الحداثة والديمقراطية اننا نجدد العهد معا للعمل على استكمال الحلم لمصرنا العزيزة ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلا ادعو كل المصريين في المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطنية والله يولي من نصلح وبتأكيد أن هذا الترشح حظي بإشادة مختلف الأحزاب السياسية حيث أكدت الأحزاب السياسية ترحيبها بإعلان رئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية وأكدت الدكتورة هيبا واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار أن الرئيس السيسي طوال ثلاثة أيام مدة مؤتمر حكاية وطن سرد وضع الوطن من البداية وانتقل لأين ثم الوصول للوضع الحالي مشيرة إلى أهمية مشهد حشود المصريين من قلب الشارع المصري في نهاية المؤتمر وأضافت الدكتورة هيبا واصل أن الحشود التي حدثت في المحافظات تنادي الرئيس بالترشح للرئاسة لفترة ثالثة وتبعت طلبنا من الرئيس في بداية الحكاية الإنقاذ من إرهاب الإخوان ثم البناء ونطالبه حاليا بإكمال المشوار والانتباع الأول أن الرئيس السيسي ابن مصر ويلبي طلب المصريين وقال الواء دكتور رضا فرحات النائب رئيس حزب المؤتمر شرفت بالمشاركة في مؤتمر حكاية وطن وتلقينا كلمات وتعقبات الرئيس السيسي الرائعة التي ترسخ دور الإعلام والدولة والحكومة في أن تنقل ما تم في مصر من إنجازات خلال عشر سنوات وضف أيضا كلمات الرئيس السيسي كانت رائعة تعبر عن واقع وحلم كبير يحلم به الرئيس وكان يصارع ويسارع القطى لتحقيق الحلم بأقصى سرعة وأيضا من أخبارنا المهمة أنه بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكر انتصارات أكتوبر المديدة كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة كما أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين لقوات حفظ السلام والعملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد هذا العام جاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه التقطية شكرا جزيلا على طيب المتابعة وانتظرونا على مدار الساعة على شاشة اليوم السابق